بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسم الله وعلى آله وصحبه وبعد درس الأدب الدرس التاسع قال الأدب في عصر صدر الإسلام يعني في أول الإسلام الكلمات الجديدة استنصح يستنصح طلب النصيحة أطوار بمعنى مراحل جمع طور والإنسان يمر بمراحل عديدة بأطوار عديدة كان جنينا في بطل أمه ثم طفلا ثم شابا ثم ثم نعم أطوار إهمال أهمل يهمل إهمالا عكس اهتمام بالغ بالغ بمعنى قوي تنوع مصدر تنوع يتنوع وتنوعا التنوع بمعنى التغيير تنوع الدروس الدروس مهم حتى لا يمل الطالب يعني مرة درس في التوحيد مرة درس في الفقه مرة درس في اللغة مرة في الأدب تنوع تهذيب تهذيب بمعنى تجميل وتحسين وفي الكلام تهذيب الكتاب بمعنى اختصاره بمعنى اختصار الكلام وبيان ما هو الكلام والذي يصلح وما هو الذي لا يصلح توافق بمعنى تمنثل حصل توافق يعني اتفاق على كذا وكذا الجد الجد عكس المزح الجد في الشي عكس المزح جنازة الميت الذي يحمل على الأكتاف الداعية الذي يدعو إلى الله وداعية الضلال يدعو إلى الباطل ذنوب جمع ذنب الذهن بمعنى العقل يعني الذي به يحصل التفكير نعم إذا أردت أن تكتب التدريبات المهمة فاكتبها وأنت صافي الذهن يعني ذهنك ليس مشغولا بشيء آخر رقق يرقق رقق جعله رقيقا عكس شديدا تقول مثلا سمعت موعظة رققت قلبي أو سمعت وعظا رقق قلبي يعني جعل قلبي رقيقا سماع مصدر سمع يسمع سماعا شمت شمت قال له يرحمك الله وإذا عطس فحمد الله فشمته إذا عطس أخوك المسلم وقال الحمد لله شمته أي قل له يرحمك الله شمت زيدا قال له يرحمك الله الضياع بمعنى الإهمال يعني عكس الاهتمام ضيف ظل ظل يعني ماذا المكون يعني لما تكون الشمس موجودة تجد جدارا الجدار هذا يكون له ظل لما يحجب الشمس نعم ما يستضل به من الشمس ما يستضل به من الشمس عطس من العطس عطس يعطس عطس عطس في الماضي يعطس عنف بمعنى شدة عيادة للمكان بمعنى زيارة عيالة المريض زيارة المريض فصحانة جمع فصيح يعني يحسن الكلام يتكلم جيدا الجمع فصحاء والمفرد فصيح لهجة بمعنى لغة ماثل بمعنى شابها يماثل يشابه متفق عكس مختلف مزيد نعم عكس ناقص محسن محسن أحسن يحسن إحسانا عكس موسي معجز القرآن معجز يعني من يريد أن يأتي بمثله يعجز ما يستطيع معجزة معجز مفاهيم جمع مفهوم بمعنى آراء جمع رأي الذي يراه الإنسان بعد تفكير الرأي الذي يراه الشخص بعد تفكير سمى مفهوم الجمع مفاهيم مكر يمكر منهج مكر من المكر والكيت منهج موده بمعنى محبة ناقش يناقش نص من القرآن الكريم منهج الدعوة إلى الله التقديم الدعوة إلى الله واجبة على جميع المسلمين كل بحسب استطاعته وهي من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى ربه ولدعوة إلى الله منهج بي منهج بيّنه الله سبحانه وتعالى في قوله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بما ظل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به بمثل ما عقبتم به لئن صبرتم ولا إن ولا إن صبرتم واو الصباب هنا سقطت واو ولا إن صبرتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون شرح المفردات سبيل طريق وسبيل الله هو الإسلام الحكمة القول الليل الطيب في الوقت المناسب جادلهم ناقشهم وحاورهم ضل ضاع والمقصود بقوله ظل عن سبيله ابتعد عن طريق الله عاقب عاقبتم جازيتم غيركم على أخطائهم ولا تكو أصلها ولا تكن فحذفت النون لا تستعجلوا الكلام قرأ كريم كريم أصلها ولا تكن فحذفت النون تخفيفا ضيق ألم يمكرون فعل مضارع الماضي منه مكر بمعنى احتال اتقوا فعل ماضي مسند إلى واو الجماعة مسند مسند إلى واو الجماعة اتق الشيء جعل بينه وبينه وقايا واتق الله خافه وخشيه محسنون اسم فاعل من أحسن اسم فاعل من أحسن بمعنى أجاد العمل وأتقن الشرح يوجه الله سبحانه وتعالى رسوله والدعاء إلى دينه للمنهج الصحيح في الدعوة فيأمرهم بدعوة الداس بالقول اللي الطيب المستمد من القرآن الكريم وبالموعظة الحسنة التي ترقق القلوب وتلين المساعر وأن يناقشوا أعداء الإسلام بأسلوب لين بعيد عن العنف ليصلوا إلى قلوبهم فيهدوهم إلى الحق ثم ينقل سبحانه الخطاب إلى جانب آخر يتعلق بأصحاب الدعوة حين يؤذون فيبين فيبين لهم الطريقة التي يردون بها على من آذاهم وهي الرد بالمثل أو الصبر على الآذاة وهو الأفضل ثم يحث رسوله على الصبر ويربط الصبر به سبحانه لأن النفس تهدأ حين ترتبط بالله وتلجأ وتلجأ بالله وتلجأ إليه كما ينصيه الله بألا يهتم بما يقوله ويعمله أعداء الإسلام من حيل لأن الله سينصره ويعينه فهو فهو مع من اتقاه وأحسن في قوله وفعله الخصائص تمتاز هذه الآيات بخصائص منها مخاطبة الواحد مع إرادة مع إرادة الجمع فقد خاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله أدعو مع أن الأمر يعم كل الدعاء إلى الله تنوع أساليب الخطاب حيث وجه الخطاب للمفرد أولا أدعو وجادل ثم إلى الجمع ثانيا وإن عاقبتم ثم إلى المفرد مرة أخرى واصبر وهذا التنوع يحرك المشاعر ويدعو إلى إثارة الاهتمام استخدام فعل الأمر في طلب الدعوة بالحكمة والجدال بالتي هي أحسن أدعو وجادل تهديد المخالفين بطريق غير مباشر إن ربك إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله الخمسة التأكيد على الصبر بأساليب مختلفة أسلوب الشرط ولئن صبرتم وأسلوب الأمر واصبر وأسلوب النهي عن الضيق عن الضيق بالمخالفين ولا تكو في ضيق نص نص من الحديث الشريف حق المسلم على المسلم قال نص من الحديث الشريف حق المسلم على المسلم التقديم حرس الرسول صلى الله عليه وسلم على تكوين مجتمع مترابط يحب كل فرد فيه أخاه الآخر فأوجب على كل مسلم حقوقا لأخيه المسلم وضحها في قوله صلى الله عليه وسلم النص عن نبيه رينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا نقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه شرح المفردات استنصحك فعل الماضي ثلاثي مزيد بثلاثة حروف هي الألف والسين والت وأصله وأصله نصح ومعناه طلب منك النصحة فشمته فعل أمر بمعنى أدعو له بالرحمة أي قل له يرحمك الله فعده فعل أمر بمعنى فزره مرة بعد أخرى ومنه سمي مكان الطبيب الذي يعالج فيه المرضى عيادة أي لأن الناس يعتادون أو يكررون المجيء إليه وفضل فعده على فزره ليفيد تكرار الزيارة وإذا مارض فعده ولم يقل فزره لأن العياد لأن العود يعني تكرار الزيارة فاتبعه في الأمر بمعنى فسر وراء جنازته الشرح حتى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين في هذا الحديث على أن يتصفوا بالأخلاق الكريمة وأن يعامل بعضهم بعضا معاملة طيبة لتنتشر المودة بينهم أي المحبة فأوجب على كل مسلم حقوقا لأخيه المسلم في أحوال صحته ومرضه وموته وهذه الحقوق هي واحدا يسلم عليه حين يلتقي به ليدخل السرور إلى نفسه أن يجيب دعوته إذا دعاه ليشعره بمشاركته أن يقدم له النصيحة الصادقة إذا طلبها منه أن يدعو له بالرحمة إذا عطس بحضرته محمد الله خمسة أن يعوده إذا مرض ويدعو له بالشفاء ستة أن يسير في جنازته إذا مات ويدعو له بالمغفرة والرحمة فما أجمل أن نلتزم بهذه الحقوق وأن تكون وسبيلا المعاملة فيما بيننا الخصائص يمتاز هذا الحديث بخصائص منها واحد دقة التعبير فقد عبر صلى الله عليه وسلم بكلمة حق ليدل على أهمية هذه الأمور تهيئة آذاء أذهال السامعين لسماع هذه الحقوق فقد سكت صلى الله عليه وسلم حتى استفهم من حوله فعرف أنهم قد استعدوا لسماعها فذكرها أكمل ثلاثة عبر بكلمة فعد بدلا من فزر ليدل على أنه ينبغي تكرار الزيارة للمريض ترتيب الأفكار حيث أتت الحقوق متفقة في ترتيبها مع الأطوار التي يمر بها الإنسان الأطوار يعني المراحل الأطوار التي يمر بها الإنسان فثلاثة حقوق في حالة الصحة وحقان في حالة المرض وحق في واحد في حالة الموت سهولة الألفاظ وفصاحتها عمق المعاني وقربها إلى الذهن سبعة الإيجاز أثر القرآن والحديث في اللغة والأدب القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه المعجز المعجز بألفاظه ومعانيه وأساليبه وأحكامه فقد أعجز أعجز فصحاء فصحاء العرب عن الإتيان بمثله مع فصاحتهم وقوة بيانهم ونزوله بلغتهم بلغتهم إن أنزلناه قرآن عربية أما الحديث فكلام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ألفاظه من عنده ومعناه من عند الله قال تعالى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى إِنْهُوَ إِلَّا وَحِيٌ يُّحَى وقد شاء الله أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأحسنهم أحسنهم بيانا إذ بعثه في أمة العرب التي تفتخر بفصاحتها وقوة أحسن وقوة 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 بيانها وأجر القرآن على لسانه وقد ساعده وقد ساعده على الفصاحة أمور منها أنه غولد في بني هاشم ورضع في بني سعيد ونشأ في قرآن في بني سعد ونشأ في قريس وكلها قبائل لها مكانتها الكبيرة في البلاغة والفصاحة وقد أثر القرآن والحديث في اللغة العربية تأثيرا قويا ومن ذلك تهذيب ألفاظ اللغة العربية استخدام بعض الألفاظ في معاني جديدة لتوافق المفاهيم التي جاء بها الإسلام كألفاظ الصلاة والذكاة والمؤمن والكافر والمنافق بها الإسلام كألفاظ الصلاة والذكاة حفظ اللغة حفظ اللغة من الضياع والإهمال لكونها لغة القرآن لغة القرآن والحديث نعم لغة القرآن إننا نحن إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون انتشار اللغة العربية في العالم فأينما وجد القرآن والحديث وجدت اللغة العربية إكساب اللغة العربية مزيدا من القوة والانتشار لتوحيدها اللهجات العربية في لهجة واحدة هي لهجة قريس نشأت في ظلها علوم دينية كالتفسير وعلوم الحديث والفقه وأصول الفقه نشأت في ظلها علوم عربية كالنح والصرف والبلاغة وعلوم اللغة أما آثارهما في الأدب العربي فمنها استفاد الأدباء من ألفاظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ومعانيها وأساليبها وأفكارهما وأساليبهما وأفكارهما اهتم الباحثون بجمع الأدب العربي شعره ونسره ليعينهم على فهمه ما ورد فيه القرآن والحديث وصار هذا العمل فيما بعد أساسا لظهور مؤلفات أدبية والوغوية كثيرة ظهرت فدون أدبية جديدة مستفيدة من توجيه القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كالقصة وأدب الزهد وأدب الزهد والحكمة وغيرها ارتفعا بالأدب إلى منزلة سريفة في أغراضه وموضوعاته حيث سلك به طريق الصدق والخير والجد وابتعاد وابتعاد وابتعاد